في الجزائر أعلن معهد باستور عن اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد هذا وأثبتت البحث الجينية التي يقوم بها المعهد على الفيروس في إطار المراقبة النشطة للسلالات المتغيرة والمنتشرة حاليا عبر العالم تم اكتشاف هتين السلالتين المتغيرتين لدى أحد مستخدمي قطاع الصحة على مستوى مستشفى الصحة العقلية بشراقة وكذا لدى مهاجر عائد من فرنسا اشتركوا في القناة